تخلت الإكوادور عن اتفاق جمهوركي مع الولايات المتحدة كان يمنحها تعريفة تفضيلية لضمان استقلاليتها في دراسة طلب اللجوء السياسي للمستشار المعلوماتي السابق إدوارد سنودن المطلوب لدى واشنطن القرار جاء ردا على التهديدات التي أطلقها الكونغرس الأمريكي مشيرا إلى عواقب اقتصادية للإكوادور في حال استقبالها سنودن رفعي الكوريا رئيس الإكوادور يقول لمواجهة هذا الابتزاز أنا أؤكد رسميا القرار حيث لا يمكن للولايات المتحدة أن تهددنا بإزارة اتفاقية التعريفات الجمركية التفضيلية فنحن من الآن نتخلى عنها وبعد الإعلان عن إلغاء الاتفاقية الجمركية والتي تؤثر على صادرات سوق النفط والفواكه والأزهار في الإكوادور أشار الرئيس أنه لم يتخذ حتى الساعة قرارا بشأن السماح لإدوارد سنودن بالسفر إلى الأكوادور فيما أشارت وزيرة الشؤون البرلمانية إلى أن بلادها لم تصدر أي جواز تنقل أو وثيقة لاجئ لسنودن ترجمة نانسي قنقر